عملية نوعية لجيش النيجر أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين في عملية تمشيط نفذتها الأسبوع الماضي في غرب البلاد قرب الحدود مع مال تقول وزارة الدفاع أن وحداتها العسكرية لاحقت مجموعة من المسلحين هاجموا العناصر الأمنية وتمكنوا من تدمير نحو مئة دراجة نارية ومصادرة وسائل اتصال وأسلحات وذخائر وشاركت في التمشيط قوة برية وجوية المنطقة التي حدث فيها الهجوم تقع في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركنافاسو ومال وهي دول تشهد نشاط للجماعات المسلحة على رأسها تنظيماء القاعدة وداعش الإرهابيين هذه الحادثة حسب كثيرين قد تعكس قدرة دول الساحل الخمس على مواجهة الجماعات المتطرفة في المنطقة اعتمادا على أجهزتها الأمنية والعسكرية بشكل أساسي وعدم الاعتماد على قوى أجنبية كما كان الحال سابقا مع فرنسا التي أنهت عمليتها هناك وهو توجه يرى البعض أن دول الساحل بدأت تسير نحوه بالفعل ومما يدعمه هو الرفض المتزايد في تلك الدول للوجود العسكري الأجنبي وعلى رأسه الفرنسي فبعد مالي طلبت بورك نافاس في يناير الماضي من القوات الفرنسية مغادرة البلد وأرجعت سبب ذلك إلى أن جيشها وقواتها الأمنية قادر على تولي مهمة الدفاع عن البلد لكن رغم الجهود التي تبذلها دول الساحل للتصدي للمتطرفين فإن خبراء يؤكدون على ضرورة رفع مستوى التعاون الأمني بين تلك الدول مع الاستعانة بدول أخرى خاصة الإقليمية منها لإنهاء خطر تلك الجماعات